عبرت أوصات سياسية وشخصيات حكومية ومواطنون عن مخاوفهم من تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات البرلمانية القادمة واستخدام السلاح التابع لجهاد وأحزاب على تغيير نتائج الانتخابات بالتأكيد السلاح المنفلت له تأثير كبير لأن المواطن إذا ما لاحظه سلاح منفلت أثناء الانتخابات سوف لن تكون هناك شفافية ووضوح في عملية الإدلاق بالصوت وسوف يكون تأثيره سلبي لأن هذه العملية سوف لن تكون شفافة ولا تكون صادقة ولن تكون كما يتمناها المواطن من أجل أن تكون الانتخابات نزيهة وحرة الأمر الآخر هو أن الصندوق الذي الآن موجود هو صندوق ذاكي لا يمكن التلعب أو تبديله ولذلك بقى شيء واحد هو السلاح المنفلت وتهديد القرى وبعض المناطق بتشجيرهم في حالة عدم انتخابهم وطبعا هذا الأمر يجب أن يتخذ بإجراء ضد مرشحين بعينهم من الذين يرحون وذين يسون هذا الأمر حسب المعلومات التي توصلنا فلذلك أنا أتمنى من الدولة لأن هذا واجب رئيس الوزراء بأن يتابع هذا الأمر ويساعد المفوضة في إنجاح هذه العملية الانتخابية التي هي أساس التغيير القريب فيما أكد مراقبون بأن السلاح المنفلت بيد الأحزاب والكتل المتنفذة والتي تشارك في الحكومة أصبح أكثر تأثيرا من عصابات داعش على الانتخابات المقبلة تأثير كبير من جانب العصابات المسلحة من جانب الميليشيات من جانب القوى المتنافسة اليوم تخشى هذه المجامع وتخشى السلاح المنفلت باعتبار أن عصابات الدواعج لا يمكن لها أن تستطيع أن تصل إلى مراكز الانتخابات لكن نجد أيضا أن هناك قوى مشتركة اليوم بالعملية السياسية لكن الحقيقة تمتلك مجاميع مسلحة تمتلك سلاح منفلت هذا بالتأكيد سيؤثر على مجرى الانتخابات وعلى حتى نتائج وشفافية ونجاة الانتخابات لا يقتصر وجود السلاح المنفلت لدى الفصائل المسلحة التي تشارك أغلبها في الانتخابات البرلمانية بل إن غالبية العشائر العراقية مسلحة وهي تعمل على مساندة شريحة من المرشحين والتأثير على قناعات الناخب يوم الاقتراع فهل ستكون لغة السلاح طاغية على لغة الأصابع البنفسجية؟ يوم الاقتراع كفيل بالجواب على ذلك من محافظة ديالة حسن شمري التغيير الفضائية